الانتخابات الإسرائيلية صعود نتنياهو ومستقبل السلام أول ملفات الحوار في غرفة الأخبار فبعيدا عن الحسابات الإسرائيلية الداخلية وقدرة الليكود على تشكيل حكومة اتلافية مريحة يبقى السؤال الأبرز متعلقا بمسيرة السلام المعطلة مع الفلسطينيين فنتنياهو ينوي نسفها وعباس يريد استئناف جهود إحيائها وبين هذا وذاك تبقى عملية السلام أسيرة ثلاجة يرجى أن تكون للحفظ لا للموتى لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من القدس النائب المنتخب في الكنيسة والقيادي في القائمة العربية المشتركة الدكتور جمال زحالقة ومعنا من القدس أيضا الكاتب المتخصص في الشؤون الإسرائيلية شالوم يرو شالمي مرحبا بكم دكتور زحالقة سأبدأ معك بداية مبروك الفوز حقيقة اللافت للقائمة العربية المشتركة 14 مقعد غير مسبوقة في تاريخ فلسطيني الداخل سأسألك عن هذا الموضوع بعد قليل ولكن دعنا نسأل السؤال الأعم واضح أن الناخب الإسرائيلي اختار البقاء مع حكومة يمينية متشددة برغم كل الاستطلاعات والتوقعات التي كانت تشير إلى أن الليكود لن يحظى بمباركة الناخب الإسرائيلي حتى قبل أيام قليلة من هذه الانتخابات لماذا برأيك غير الناخب الإسرائيلي رأيه في آخر لحظة وقرر البقاء مع هذا التوجه اليميني بالنسبة للحكومة أولاً لليمين الإسرائيلي عدة رؤوس رأس الليكود ورأس كحلون ورأس بنت ورأس لبرمن وإضافة إلى الأحزاب الدينية هذا التنوع يعطي الناخب الإسرائيلي عدة إمكانيات يمكن أن تدعم كحلون الذي يتحدث عن الاقتصاد وتدعم بنت الذي يتحدث عن الدين أو تدعم لبرمن الذي يتوجه عنصري بالأساس ونتنياهو كما هو معروف هو أيضاً يميني متطرف لهذا السبب الإمكانيات ما جرى الحديث عنه عن إمكانيات أن يكون هناك تغيير بالسياسة الإسرائيلية كان يتحدث عن تغييرات داخل كتلة اليمين وليس انتقال من اليمين نحو الكتلة المناهضة لنتنياهو نتنياهو في الأيام الأخيرة قام بحملة ذكية جداً أكد فيها على الأمور السياسية التي لم يتحدث عنها لا ليفني ولا هيرتسوغ وأيضاً قام بتحريض غير مسبوك حقيقة من قبل رئيس وزراء حرض ضد العرب الفلسطينيين المواطنين في الداخل وقال أنهم يأتون للتصويت بجماهير غفيرة ودعا أنصاره للرد عليهم بالتصويت المقابل هذا يعني أكشف بأنه إنسان معادي للديمقراطية وأيضاً توجهه تجاه العرب وتوجهه عنصري وحاول أن يكسب شعبية وكسب فعلاً شعبية في الشارع الإسرائيل عن طريق تحريض عنصري ضد العرب طيب سأتوجه بالسؤال نفسه إلى السيد شلوم ياروشالمي معنا من القدس مساء الخير سيد ياروشالمي مرحباً بك معنا التحريض غير المسبوق ضد العرب الذي انتهجه بنيمين نتنياهو في آخر ساعات قبل الانتخابات هل كان هذا التحريض له ربما دافع أو سبب لدفع الناخبين الإسرائيليين بأعداد أكبر للتصويت له هل مسألة أنه اليمين في خطر وأن العرب ذاهبون لصرديق الإقتراع وكل هذه الأمور كانت أيضاً لعب الدور في دفع الناخب الإسرائيلي الذي كان متردداً ربما في آخر لحظة إلى التصويت لللكون حسناً أنا لا أعلم إذا كان ذلك حقيقة أو صحيحاً ولكن ما كان هو أنها كانت خطوة من السيد نتنياهو وهو اتخذها لتحريك المصوتين من اليمين للانتخابات وأنتم تعرفون بأن الشعب الإسرائيلي لديهم ميل إلى اليمين إلى الأحزاب اليمينية ومن الجانب الآخر نتنياهو كان يخيفهم وكان يقول لهم بأن اليساريين سينجحون وهناك خطر كبير هناك خطر كبير بالنسبة لدولة إسرائيل ولكل شيء وطبعاً هم أحسوا بأن عليهم أن يذهبوا ويساعدوا نتنياهو ليبقى في الحكم ويساعدوا طبعاً حزبه وكانوا يخافون من الوضع ولكن ربما العرب سيكونون حلفاء لليساريين في الحكومة لذلك كانت خطة أو حيلة قدرة جداً جداً من نتنياهو هذا التهويل والتصعيد ضد عشرين بالمئة من شعب إسرائيل ولكن هذا قد نجح والجميع يعلم وهذا طبعاً قد حقق نصراً كبيراً في هذه الانتخابات طيب دكتور زحال قلنا نتقل إلى مسألة عملية السلامة أو ما يسمى بمسار التفاوض الفلسطيني الإسرائيلي الذي هو أصلاً متوقف قبل فترة طويلة من إجراء هذه الانتخابات الآن المخاوف لدى الكثيرين بأن وصول نتنياهو مرة أخرى إلى رئاسة الحكومة ووصول اليمين وبقاء اليمين في هذه الحكومة يعني عملياً دفن عملية السلام كما قال اليوم دكتور صائب عرقات كبير المفاوضين الفلسطينيين هل نتوقع شيء جديد؟ هل التصريحات التي أطلقها بنيمين نتنياهو قبيل هذه الانتخابات فقط للاستهلاك الانتخابي بأنه لن تقوم قائمة للدولة الفلسطينية إذا نجح في هذه الانتخابات وأنه سيكثف من عمليات الاستيطان في القدس الشرقية هل هذه التصريحات لها علاقة بالأجواء الانتخابية أم هذا ما ينوي فعل نتنياهو في فترته الرئاسية القادمة؟ فلسطينية لا حين قالها ولا حين بالتأكيد حين لم يقلها نحن أمام حكومة يمينية إسرائيلية متطرفة جدا هي حكومة يمين مقلصة ليس فيها أي من يعطي غطاء لنتنياهو كما كان براك في حينه وكما كان بيريس قبله يكون هناك حكومة وحدة وطنية يتوزع فيها الأدوار هناك من يبني المستوطنات ومن يهود ومن يقتل ومن يحارب ومن يوزع الاتسامات في أوروبا الأمور الآن واضحة حكومة يمين ولا عمل معها ولا أي شيء ولا يمكن مواجهتها إلا بالضغوط عليها في المحافل الدولية وبتفعيل النضال الشعبي أعتقد أن الأمور وصلت إلى نقطة لا يمكن أن الإفلات منها وهي أنه نحن أمام حكومة إسرائيلية لا تريد أي نوع من المساومة لا أي نوع من المفاوضات الجدية وحتى ليست مستعدة أن تعطي أوهام ولهذا السبب على القيادة الفلسطينية وعلى العالم العربي أن يتخذ موقفا حازما من هذه الحكومة لمحاصرتها والضغط عليها وفرض المقاطعة وتفعيل الضغط الدولي أنا برأيي أنه لا يمكن التوصل إلى أي حل مع أي حكومة إسرائيلية في المنظور القريب ولهذا السبب العمل يجب أن ينصب على أن يكون هناك فرض للحل من قبل الدول الكبرى ومن قبل الأمم المتحدة على أساس الشرعية الدولية طيب سيد ياروشالمي قد يكون من المفهوم التصريحات التي أطلقها النتنياهو فيما يتعلق بالدولة الفلسطينية مواقف ليست جديدة كليا تصدر عنه اللافت أن الناخب الإسرائيلي أيضا اختار أن يدفن عملية السلام اختار أن يصوت ضد عملية السلام وضد حل الدولتين هل المجتمع الإسرائيلي في غالبيته ضد هذه العملية؟ لا أعتقد ذلك أنا أعتقد بأن نصف الإسرائيليين هم ضد ونصفهم مع حل الدولتين ولكن ما هو مهم جدا هو أن سيد نتنياهو بنفسه قال قبل أيام بأنه لا يعتقد بهذا الحل ولا يؤمن به وبعد سنوات قال بأن هذا هو الحل الآن سيد نتنياهو أصبح طبعا قويا جدا جدا بعد هذه الانتخابات لأنه الآن لديه كل اليمين كل أحزاب اليمين معه الآن وكل الأحزاب الأخرى ذهبت طبعا إلى المعارضة يستطيع الآن أن يفعل ما يشاء في هذه الحكومة إذن فهناك الآن بعض الغموض أو هو يستطيع أن يفعل كل شيء لأنه إذا مثلا تحدث إلى خطوة معتدلة باتجاه الفلسطينيين فإن تلك الأحزاب ربما ستوقفه ولكن لو أنه اتخذ مواقف قوية جدا ضد الفلسطينيين فإذن المعارضة أيضا ستقف في وجهه لذلك فهو أظن بأنه الآن في موقف حرج ولكن هذا الانتصار الكبير الذي حققه والذي كان انتصارا عظيما ولكن في الوقت ذاته هذا النجاح لا يتعلق بمسار السلام أو ضد السلام مع الفلسطينيين دكتور جمال عندما نتحدث الآن عن المعارضة هل واضح الصورة أم أن المسألة بازالت بانتظار التشكيل الحكومية البعض يقول أن مسألة حكومة الوحدة الوطنية ليست ملغاة بشكل نهائي هل هناك إمكانية برأيك لحكومة وحدة وطنية مع المعسكر الصهيوني بين الليكود والمعسكر الصهيوني أستبعد أن تقوم حكومة من هذا النوع لأن هرتسوك قال أنه لن يكون في حكومة نتنياهو ولأن نتنياهو ليس مستعدا للالتزام ولو بالحد الأدنى الذي تستطيع أن تعيش معه هذا الحزب حزب المعسكر الصهيوني ليفنيا وهرتسوك لكن في المقابل هناك ضغوط من رئيس الدولة الذي يريد حكومة وحدة وطنية وأيضا هناك أوساط في الليكود تخشى أن الإنغلاق في حكومة يمين مقلصة سيعرض إسرائيل لضغوط دولية وهذا صحيح حقيقة الحكومات الإسرائيلية في الماضي التي كانت من هذا النوع أدت إلى سقوط مدولة لكود هكذا كانت حكومة شمير عام 92 وسقطت عام 88 وسقطت عام 92 وصعد رابين وقبلها أيضا شمعون بيريس عام 81 بعد حكومة بيجن المقلصة هذه حكومة ليس لها غطاء سياسي على المستوى الدولي ولهذا السبب ستكون في وضع حرج إلا إذا قام نتنياهو باستدعاء بعض الشخصيات السياسية لتلعب دورا بالحكومة لا أعرف إذا هذا الأمر ممكن من الناحية السياسية ولكنه بحاجة لهذا الغطاء على المستوى الدولي شخصيات ماذا دكتور جمال؟ قد يعني ممكن مثل دان ميريدور مثلا الذي كان بالماضي وزيرا وهو مقبول في المستوى الدولي وربما شخصيات أخرى أنا لا أعرف ماذا سيفعل لكن بالتأكيد بالتأكيد أن حكومة من هذا النوع تسهل من يريد أن يضغط على إسرائيل هل سيكون هناك من يريد هذا سؤال آخر هذا سؤال مهم يعني هناك هذه حكومة مفضوحة إذا كان هناك من يفضحها سيد ريشالمي ما رأيك هل مسألة حكومة الوحدة الوطنية واردة في هذه المرحلة وإذا كان ذلك بالفعل كيف سيكون تعاطيها مع ملف عملية التفاوض مع الجانب الفلسطيني؟ أنا أعتقد بأن حكومة وحدة ليست الآن واقعا ربما سيقع لأن الأحزاب الجديدة والأحزاب القديمة أيضا أحزاب بن يمين تنياهو لا تريد أن تكون هناك أحزاب يسارية في الحكومة والأعضاء الكنسة في الحزب الصهيوني أيضا لا يريدون أن تكون هذا النوع من الحكومة لذلك ليست الآن موضوعة على الطاولة الآن وطبعا أنا كما قلت سابقا فإن نيتانياهو الآن يبقى يبقى لديه حكومة ضيقة هي يمينية فقط في الجناح اليميني ربما هذا وضع جيد لأنه فلنعطه الوقت حتى يضع سياسات الصحيحة ربما سينجح أنا لا أعتقد بأنه سينجح ولكن حتى الآن لديه الآن كما قال سيد زحالقة فإن هناك ناس آخرون ربما سيد في حكومة إهسا الذين كانوا يعطون الحكومة وضعا معتدلا ولكن هو الآن ليس لديه هذا النوع من الأشخاص تسيب ليفني الآن خرجت دان ميريدور أيضا خرج إيهود باراك أيضا خرج وطبعا هو الآن هو الآن يبقى وحيدا كرئيس الوزراء وهو سيحاول أن يقنع بنفسه العالم بأن سياسته وسياست اليمين صحيحة وبأنه الآن ضد طبعا سلطة أو دولة فلسطينية فليظهر لنا ماذا تعتقدون يمكن أن نفعل بالنسبة لثلاثة أو أربعة ملايين فلسطينيين تحت الاحتلال ماذا سيفعل بالنسبة لهؤلاء الذين هم تحت الاحتلال هذه سياسة طبعا سياسة اليمين ونحن طبعا نود أن نعرف ما سيحدث خلال الأشهر المقبلة والسنوات المقبلة مع حكومة من هذا النوع ما الخيارات التي يتركها ذلك دكتور جمال للطرف الفلسطيني السلطة الفلسطينية يعني هناك علاقة كما نعرف تعاقدية بين منظمة التحرير وبين إسرائيل تقوم على معادلة واضحة الاعتراف بإسرائيل مقابل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية ما الذي يعنيه رفض نتنياهو لعملية السلام بالنسبة للخيارات الموجودة والمطروحة الآن على الجانب الفلسطيني يعني طرحت قضية التنسيق الأمني بأن القيادة الفلسطينية تلوح بإلغاءة التنسيق الأمني طبعا هذا أمر جدي جدا إذا حدث يعني هذا يغير كل الموازين وفي إسرائيل هناك أوساط داخل الحكومة الإسرائيلية تريد مستعدة لأن يكون هناك صفقة الأمن في مقابل الاقتصاد بمعنى أنه إعطاء تسهيلات اقتصادية للطرف الفلسطيني في مقابل الاستمرار بيئة تنسيق الأمني هذه الصفقة الآن يجري الحديث عنها بجدية أنا لا أعتقد أنه بالإمكان القيادة الفلسطينية أن تدخل في مفاوضات أي نوع من المفاوضات مع هكذا حكومة لسبب بسيط جداً وأن هذه الحكومة ليست مستعدة ولن تكون مستعدة لوقف الاستيطان كشرط للمفاوضات لهذا السبب تبقى مسألة التوجه إلى المجتمع الدولي وباعتقادي أن هذا التوجه سيلقى أذان صاغية أكثر هذه الأيام بسبب طبيعة الحكومة الإسرائيلية هناك فرصة يجب أن تستغل وهي أن هذه الحكومة كما قلت مفضوحة ويمكن محاصرتها ويمكن الضغط عليها ونتنياهو رغم أنه يبدو ظاهرياً متطرف أنا لا أعتقد أنا لا إذا استطعت أن أقول كلمة أنا لا أعتقد بأن هذا سيكون جيداً بالنسبة للفلسطينيين أن يذهبوا إلى المحكمة الجنائية الدولية أنا أريد أن أقول أمر أنهي كلامي بأنه نتنياهو رغم ما قيل عنه بأنه قوي وبأنه الآن لديه قوة سياسية ورغم أنه متطرف إلا أن نتنياهو وهذا تاريخه بأنه يخضع للضغوط حين توجه له ضغوط وحشد ضغط على نتنياهو لحتى يغير سياساته بقضية الاستيطام بقضية القدس أنا باعتقادي ستؤدي إلى أن يخضع لهذه الضغوط وهذا الأمر يتعلق بالطرف الفلسطيني والطرف العربي أن حشد ضغط على نتنياهو سيؤدي إلى تغيير سياساته سيد يوريشال قبل قليل في مداخلتك تقول أنت ضد توجه الفلسطينيين إلى المحافل الدولية ما هي الخيارات التي تركها نتنياهو للطرف الفلسطيني عندما يقول لن تقوم قائمة للدولة الفلسطينية ما دمت رئيسا لوزراء إسرائيل أكثر من هيك يقول سنواصل البناء في القدس وسنضيف الآلاف من الوحدات السكنية بوجه كافة الضغوط الدولية وسنواصل تطوير عاصمتنا الأبدية طيب أمام هذه المواقف ما الذي يفترض أن يفعل الجانب الفلسطيني سوى التوجه إلى المحافل الدولية التي هي الخيار الأخير بالنسبة له أنا لم أقل بأنني ضد الفلسطينيين لأن يذهبوا إلى المحكمة الجنائية الدولية ولكن أنا أقول بأن سيد نيتانياهو لديه الطرق ليمنع هذه الخطوات لأن الخزينة خزينة الدولة أو الموزنة الدولة الفلسطينية هي في أيدي الإسرائيليين في أيدي الحكومة الإسرائيلية لذلك أنا لا أعلم إذا كان السيد نيتانياهو ربما سيستعمل هذه العقوبات ضد الفلسطينيين الآن لو أنهم قرروا أن يذهبوا طبعا بخطوة إحادية وتخذوا خطوة إحادية أعتقد بأن الوضع الفلسطينيين الآن ليس بسيطا جدا جدا أنا أنا شخصيا لا أعتقد ولا أؤمن بحل دولتين الآن لأن ليس هناك أي أحد في إسرائيل ليس هناك أي رئيس وزراء في إسرائيل يمكن أن يخلق هذه الدولة الفلسطينية ويقسم القدس ويخرج هؤلاء المستوطنين من الأراضي الفلسطينية ويعيد إلى حدود 67 هؤلاء المستوطنين أنا لا أؤمن بهذا لا أعتقد أن هذا سيحدث أعتقد بأن سنذهب إلى حل الدولة الواحدة وأعتقد أنه في ظل هذا الوضع فإن الفلسطينيين عليهم فقط أن يقعد ويجلس وينتظر حتى تكون هناك عائلة كبيرة من الفلسطينيين والإسرائيليين معا حل الدولة الواحدة لم أفهم ما معنا هل تقصد الدولة واحدة في قوميتين أم ماذا تحديدا لا أعلم ما الذي تعنيه بأنه على الفلسطينيين أن يجلسوا وينتظروا لا أنا لا لا أريد دولة واحدة ولكن لا أؤمن بأن هناك أي فرصة لأن تكون هناك حل للدولتين لأنه الآن لأنه كما قلت من قبل ليس هناك أي رئيس وزراء في إسرائيل يستطيع أن يقسم إسرائيل مثلا مثلا ومثلا ينسحب إلى حدود سبعة وستين ويخرج المئات من الألاف من المستوطنين خارج تلك الأراضي الفلسطينية هذا مستحيل الآن هذا مستحيل إنهم طبعا قد فرضوا واقعا في تلك الأراضي لا يمكن أن يحل ولا نمكن أن نعود إلى الوراء في هذا الموقف نحن فقط ستكون هناك دولة واحدة فيها عرب وفيها يهود يعني استمرار الوضع القائم هذا ما تقول السيد يارشالمي الاستمرار الوضع القائم حاليا دولة احتلال وشعب محتل دكتور جمال ما رأيك في ذلك ليس من الممكن الآن إقامة حل الدولتين كما يقول السيد يارشالمي لا طبعا ليس ممكن من ناحية أنه إذا كانت الأمر هو قرار للحكومة الإسرائيلية لن تتخذ إسرائيل قرام بشكل جواني بمحد إرادتها قرارا من هذا النار ولكن ممكن ممكن جدا إذا هذا الأمر فرض على إسرائيل فرضا من خلال العقوبات ومن خلال الضغط الدولي ومن خلال تفعيل القرارات الدولية هذا الأمر ممكن جدا طبعا ما هو الدور الذي ممكن للقائمة العربية أن تلعبوا في الفترة القادمة في تحدث قبل قليل عن ممارسة الضغوط فيما يتعلق بعملية السلام وإقامة الدولتين ما الذي يمكن للأعضاء العرب في الكنيسة القادمة أن يقوموا به الآن مع وجود هذا البلوك القوي لهم في البرلمان لا نحن طبعا ما نقوم به في البرلمان هو نعبر عن موقفنا ولكننا أيضا موجودين في الشارع نناضر ونتظاهر وهناك قضايا نحن نقف للحكومة بالمرصات مثلا هناك مخطط لتقسيم المسجد الأقصى الزمان والمكان في المسجد الأقصى وتحويله كما كان الحرم الإبراهيمي في الخليل إلى مكان للعبادة لليهود أيضا هذا أمر نحن سنتصدى له بكل ما أطينا من قوة ونجند الجماهير وندخل في الكنيسة في الصراعات ونفضحه على المستوى الدولي في الأمور العينية سيكون لنا قول أقوى ولكن هل نحن قادرون على إنهاء الاحتلال هذا حمل أكبر مننا بكثير ولكن نحن نفضح ونناضل ضد الاحتلال بسرعة سأستعلت بعض المشاركات التي وردت من المشاهدين حول هذا الموضوع علاء هلال يقول فوز نتنياهو واليمين الإسرائيلي سيضخ الدماء في عروق الإرهاب المدمر الذي يجوب أراضينا من الخليج إلى المحيط صفوة عبدالله يقول فوز نتنياهو سيؤجل عملية السلام حتى انتهاء فترة حكمه علاء سعدون يقول بعد فوز نتنياهو أتوقع بأننا سوف نسمع كلمة المصالح الفلسطينية كثيرا في الأيام القادمة خلود أبو نميرا تقول بفوز نتنياهو في الانتخابات سنقرأ الفاتحة على عملية السلام وهناك بعض التساؤلات من المشاهدين أيضا غادة الشرقاوي تتساءل هل فوز نتنياهو يعني بداية حرب جديدة سواء في غزة أو في الضفة سيد يارشال ميما رأيك هل وجود نتنياهو أو استمراره في رئاسة الحكومة يعني بعد فترة من الفترات مغامرة عسكرية جديدة للجيش الإسرائيلي سواء في غزة أو في مكان آخر أنا لا أعتقد بأنه سيكون هناك أحد يود أن تكون هناك حرب جديدة في إسرائيل الآن أعتقد بأنه في الوقت ذاته هناك توجه إلى صمت متفق بين حماس وإسرائيل ولو أنهم طبعا أطلقوا صواريخ مرة أخرى فسيكون هناك حرب ولكن الآن هناك كما قلت مراقبة من قبل حماس حتى لا يكون هناك إطلاق صواريخ مرة أخرى أنا أعتقد في الضفة الغربية بأن كما قال سيد زحالق بأنه لن تكون هناك الأمور هادئة بعد تشكيل الحكومة الجديدة لأن جمود الوضع الحالي وإحساس الفلسطينيين بأنه ليس هناك أي أمل لأن يكون هناك سلام أو تحرك نحو اتفاق الآن سيجعلهم قلقين كثيرا وسيجعلهم ربما يردون ونحن نستطيع أن نرى ذلك وقد يمكن أن نراه في في القدس في المسجد الأقصى لو كان هناك أي شيء سيحدث هناك فلا أعتقد بأن الأراضي ستكون هادئة شكرا جزيلا لك سيد شلوم ياروشلمي الكاتب المتخصص في الشؤون الإسرائيلية كان معنا من القدس وشكرا لضيفنا أيضا الدكتور جمال زحالقة النائب المنتخب في الكنيسة والقيادي في القائمة العربية المشتركة بعد قليل واشنطن إيران وحزب الله غزل ما قبل الاتفاق اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر